اهلا بكم اصدقاء صديقاتي طلاب وطالبات التعليم الفني في كل مكان وبالتحديد الفني الصناعي للمدار الصناعية وتخصص سيارات النهاردة بنتكلم عن اشياء في غاية الاهمية يمكن دايما بنقول مهم او ان احنا نطور من نفسنا مهم او ان احنا نفهم الفهم يا جماعة مهم اوي 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 لان الفهم هو اسهل وسيلة الوصول الى النتيجة مش الحفظ احنا تملي بالناشد العقول وليست فقط الحفظ والصم لانه هو كثيرا ما ينسى الانسان مع حفظ ولكن الذي يفهمه لا يضيع من ذاكرته ابدا ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن اجزاء منظومة الحقن الالكتروني وبيسعدنا دايما وجودنا مع السيد انوار مورسي معلم خبير قسم المركبات ويكلم النهاردة عن هذه الاجزاء وهتخص ان شاء الله نظام الخامس سنوات للتخصص السيارات اهلا وسهلا بحضرتك منورنا دكتور دكتور يمكن دايما تعودنا منك اطلالة سريع عما مضى نتحدث به باجازة حتى ابنائنا يجمعوا الجانب السابق ويبدأوا من حيث ومنتهوا ربنا يجارب في حضرتك اهلا وسهلا بكم اعزائي طلاب التعليم الفن الصناعي تخص السيارات اه اتكلمنا في الحلقات السابقة عن منظومة الحقن الالكتروني زي ما تفضل الاساس محسن وبدأ الحلقة منظومة الحقن الالكتروني بتعتمد على اه وحدة الكنترول يونيت في السيارة والشركات قلناها في حلقات سابقة قبل كده ان الشركات اتجهت للموضوع ده اه منظومة الحقن الالكتروني عشان نخلص من الملوثات البيئية نحفظ على البيئة الحاجة التانية عشان نوفر في استهلاك البنزين الوقود دي من ويديني في نفس الوقت باور عالي جدا ده اساس عمل منظومة الحقن الالكتروني دكتور باقي الاجتاء الخاصة بانظمة حقن الوقود ياريت نرجع عليها عشان كمان ولادنا يعوفها فردو اتكلمنا في الحلقات السابقة عن انظمة الحقن الالكتروني وتصنفها فقولنا ان انا عندي النظام المركزي اللي هو بيعمل بخاخ هي الفكرة بتاعة الحقن الالكتروني ان انا قدي كمية بنزين على قدي كمية الهواء بالضبط حتى من الاجزاء واحنا بنتكلم في الحلقة بتاعت النهاردة هنعرف ازاي نحسب كمية الهواء اللي دخلها سواء بحجمها ودرجة حرارتها عشان ندي كمية وقود مناسبة بالضبط فنيجي لنظمة الحقن الالكتروني زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدام مننا دي انا عندي وحدة كنترول يونت هي اللي بتاخد زي ما حضرتك مثلا ليه نلبس الايام دي لبس تقيب عشان حاسين بالبرد حاسين بيه من المستشعرات اللي موجودة في الجلد بتاعنا فانا عندي مجموعة حساسات في المكنة بتقول ان درجة الحرارة وكمية الهواء وحاجات بتديها بيانات كتيرة جدا لوحدة الكنترول الكنترول يدي اوامر لحاجة تانية زي الصورة اللي احنا شايفينها قدام مننا في الشريحة اللي قدام مني عندي وحدة كنترولة هي الدواسة بتاعت رجلي دي فيها حساس عشان يقول لي درجة حرارة المية وضع الخانق اللي هو متصل بالدواء كل الكلام ده وحدة الكنترول بتاخده تعالوا بقى نعرف التصنيف بتاع باقي انظمة الوقود اللي احنا اتكلمنا عنها الحلقة اللي فتت وما كان منهاش انا عندي الحقن المركزي احد النقطة واللي هو بيحط بخاخ او بخاخين في المصورة او الانبوبة الرئيسية اللي بتدخل هوى مع بنزين لمجمع السحب ده مجمع السحب قدام مني فنحاطت بخاخ واحد او اتنين في النقطة دي وهنشوف فيديو الصورتين دول بيشرحوا نفس الموضوع طبعا احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت ان في نظام الكاربيراتير ان اللي هي واحد واربعة زي ما حضراتكم شايفين اللي في الاطراف ديت بيروح لها كمية هوا مع بنزين اقل من اتنين وتلاتة اللي هما في النص اللي اتنين في النص ليه عشان التكسيف اللي بيحصل على جدار مجمع السحب من المسافة الطويلة اللي هو بيمشي طيب تعالوا نشوف بقى فيديو لشغل المنظومة دي انا عندي بخاخ اهوة بيحط في المصورة الرئيسية للمكنة بخاخ او اتنين بنحط بخاخ او اتنين يعني بعض السيارات او بعض الشركات بتعمل بخاخ واحد وشركة تانية بتعمل اتنين بخاخ عشان يحط كمية بنزين ده بنسميه مركزي وده بيكون نقطة واحدة او نقطتين زي ما احنا شايفين ده نوع من انواع او منظومة من انظمة الحقن الالكتروني واول ده ما بدأ الشركات اول ما بدأت انظمة الحقن الالكتروني طيب نروح لنوع تاني اللي هو متعدد النقاط المالتي المتعدد النقاط ده هو هيحط الكل استوامة بخاخ وده هيختلف طبعا عن النظام الاولاني هو هنا هيحط الكل استوامة فوق صمام السحب بخاخ خاص به زي ما هنشوف دلوقتي حالا في الفيديو اللي قدامنا ده احنا شايفين في الصورة اهوة حاطت هو بخاخ على كل صمام سحب وهنشوفه كمان فيديو ده اللي هو بنسميه مالتي او متعدد النقاط الاولاني كان مفرد ده متعدد النقاط هنشوفه في الفيديو اللي قدام مننا هو هنا متعدد النقاط مدي لكل استوانة بخاخ لكن كلهم بيبخوا في وقت واحد والصمام اللي عليه دور او الاستوانة اللي عليها الدور في الاشتعال هي اللي هتفتح زي ما احنا شايفين البخاخات عمالة تدي كلها في توقيت واحد ده نوع من الانواع او نظام من الانظمة كلهم بيبخهم في وقت واحد او بيدوكم مية بنزين في وقت واحد ده نظام متعدد النقاط الاولاني كان مفرد او المركزي طيب نروح لنوع تاني من الانواع وده شكل برضو متعدد النقاط اهوت واحنا بنحطه فوق صمام السحب زي ما احنا شايفين ده صمام السحب قدام مني وده البخاخ اهوت هيدخل او هيخلط الهوى مع البنزين لما يجي كمان البنزين هنا يضرب في صمام السحب صمام السحب بيكون حار او سخن درجة حرارته مرتفعة من الاستوانة لان ده متعرض للنار زي وزي صمام العدم بالظبط الصمامين دول بيكونوا افلين الغرفة عشان ما يحصلش عندي تسريب للشحن عشان كده لو السيارة بتاعتي لو انا مستخدم نوع وقود برضو مش نظيف ده مهم جدا المعلومات دي والطلابي عشان ينشر العلم بتاعه في المجتمع ويفيد المجتمع بتاعه لو انا مستخدم نوع وقود مش كويس هيعمل لي رواصب كربونية وبالتالي هيعمل لي على قعدة الصمام رواصب كربونية فالصمام مش هيحكم الغلق مش هيقفل على القعدة بتاعته تمام تمام فلما ما يقفل شي هيعمل لي تهريب وتسريب للشحن طيب الصمامين عندي دول متعرضين لنفس درجة الحرارة اسناء شوت الاشتعاج اذا صمام السحب هو كمان درجة حرارته عالية اول ما البنزين اللي جاي من البخاخ يضرب او يحصل فيه احتكاك بينه وبين صمام السحب يقوم يتحول لحالة غازية حالة ضبابية وده كويس عشان يخليه للتجانس ما بين الهوى والبنزين عالي طيب برضو من ضمن المميزات انظمة الحقم ان هو بيحط الصمام على بيحط البخاخ على صمام السحب بحيث زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدام مننا اللون المسفر شوية ده ده لون البنزين والهوى داخل طيب البنزين لما يضرب او ييجي يحتك بالصمام بتاع السحب درجة حرارته عالية قلنا هيزود في التطاير بتاعه او يحولوا الحالة غازية فيبدأ يختلط به الهوى ويبقى التجانس بتاعي عالي وبالتالي هيديني جودة عالية في عملية الاحترام هنيجي لنوع جديد بقى او نظام جديد في الحقن الالكتروني وده اللي بقى موجود في اغلب السيارات الحديثة عندي وده اللي بنسميه نظام الحقن المباشر ده بقى موجود في كل السيارات الحديثة اغلبهم موجود وبنسميه جي دي اي او جازولين ديريكشن او جي دي اي بيبقى موجود على المكنة فمعنى ان انا افتح الكبوت ولاقي على المكنة جي دي اي او دي اي ده معناها ان المكنة دي شغالة بنظام الحقن الالكتروني نظام الحقن المباشر الالكتروني يعني حقن مباشر يعني بيبخ داخل الاستوانة مباشرة بيحط البنزين مش على عند صمام السحب او في المصورة الرئيسية بتاعة مجمع السحب لا ده هنا هو ووفر كل الوصلات دي ودخل البنزين داخل الغرفة مباشرة تب ده هيفيدنا بحاجة ده هيكون ليه فايدة اه طبعا هيكون ليه فايدة ان انا ما عنديش اي فقد للبنزين نهائي وبعد الشركات ما اكتفتش بكده بس ده هي خلت الاستوانة سحبت الهوى وضغطت الهوى وام جاي هو حائن البنزين في نهاية شوت الانضغاط ده ليه عشان يخلي المخلوط يشتعل بشكل كامل عشان يرفع درجة الهوى فيقوم البنزين هو كمان لما يخش على هوا سخن يقوم درجة حرارته ترتفع يبقى اقل كمية بنزين هتدخل هتشتعل بالكامل يبقى العدم بتاعي في الحالة دي العدم بتاعي هيكون خالي تماما من الرواصب او نواتج الاحتراق الضارة ووفر كمية كبيرة ووفر كمية كبيرة جدا في البنزين ده اللي هو احدث نظام حصل موجود عندي وزي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدام مننا ده البخاخ داخل الغرفة قبل كده كنا بنحط البخاخ فيهن فوق صمام السحب هن تمام او نحطه في الانبوبة الرئيسية فكان فيه مسافة كبيرة بيمشيها الهوى مع البنزين فكان يعمل تكسيف على جدار الاستوامة فكنا بنعمل فقد او بيحصل فقد في الوقود هنا الوقود بيكون موجود داخل الغرفة مباشرة فيه شركات عملت والمعلومة دي مهمة لابنائنا طلاب الصف الخامس فيه شركات عملت الحقن هيتم مع بداية شوط السحب وشركات تانية عملت الحقن وده هنشوف فيديوهات لي دي الوقت الشركات تانية عملت الحقن في النهاية او قبل نهاية شوط الانضغاط زي محرك الديزل بالظبط تمام فهو رفع درجة الحرارة بتاعت الهوى دخل عليها البنزين البنزين يكتسب درجة حرارته فبيحتاجش شرارة قوية وكل كمية البنزين اللي دخلت كلها بتشتعل فبتديني باور عالي وما عنديش فواقد وكمان نواتج الاحتراك بتاعتي بتكون غير ضرب البيئة زي اللي احنا هنشوفه في الفيديو اللي قدام مننا ده هنا كمان عايزين نقول ان نظام الحقن الالكتروني الحقن المباشر الالكتروني بيكون عندي اتنين طلوبة عندي طلوبتين كهرباء تمام وكمان هنا انا بتحكم في مسافة الفتح بتاعة الصمام من خلال الفالف ده الدراع التاني ده اللي في الجنب اللي على اليمين ده ليه علشان يتحكم في الكمية طول الصمام او او مقدار الفتحة بتاعة الصمام نفسه عشان كمية الهواء اللي داخلة يقدر يتحكم فيها عايز يقللها عايز يزود طبعا كل ما زادت كمية الهواء اللي داخلة عندي كل ما داني باور عالي جدا تمام زي ما احنا شايفين في في الفيديو اللي قدام مننا ده ان انا عندي وحدة كنترول وعندي حساسات في كل مكان في المكنة البخاخ بتاعي مع جنب البوجي اهو بيبدأ يبخ زي ما احنا شايفين داخل الاستوانة مباشرة طبعا الاستوانة بيكون درجة حارتها برضو عالية فبيتحول الوقود بتاعي اللي هو سائل او جزيئات صغيرة اه بيحولوا الى حالة غازية فبيحصل تجانس الفكرة عندي ان انا اخلط كل البنزين ما خليش كمية بنزين اه لسه متبقية او عندي حريق ناية مش هيحصل عندي في نظام الحقن المباشر حريق ناية بس برضو عايزين نلفت نظر اه ولادنا الطلاب بان المكنة دي بتحتاج اتنين طلومبة بنزين اتنين طلومبة واحدة كهربائية اللي هي بتبقى في التنك اللي هي هتورد ودي هنتكلم عنها ان شاء الله اللي هي بتشيل بتسحب البنزين من تنكي البنزين تنفعه وتصله لغاية البخاخ لغاية التلومبة التانية التلومبة التانية ترفع بقى ضغطه لغاية متين او اعلى من متين بار الاولانية بتعمل من اتنين لتلاتة بار وده كمان عشان لما نيجي نختبرها عشان ولادنا في اه ما يجوا بمادة صيانة يختبر الطرد بتاع تلومبة الكهرباء المفروض انها تديني من اتنين لتلاتة بار اما التانية بترفع طبعا لي متين او متين وخمسين بار عشان توصل او تتحقن الوقود والتحوله الى حالة غازية زي ما احنا هنشوف في فيديوهات تانية تمام على هذا النظام يا دكتور يعني هل بداية دوران العربية ممكن يتأخر لان احنا بنعتمد دايما على الهوى الساخن اللي موجود في المطور نفسه لما بنضخ في النظام الحقن الجديد اللي هو متعدد وفي نفس الوقت زي ما حالك شرحت من لحظات انه هيبقى محتاج على طرف اه حركة نفسه اه من نهايته فهنا احنا اختصرنا وقت كبير جدا هل ده مع ادارة العربية اه وهي بردة برده كيبقى في مشكلة ليحلول او حاجة زي كده ولا هيبقى ده في النظام اللي هو النظام اللي كان الجديد القديم كنا بينطر لنسخن شوية العربية ايوا بالضبط اما النظام الجديد ما بيحتاجش يسخن العربية خلاص لانا العربية جاهزة على طول جاهزة في اي وقت كمان برضو زي ما قلنا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت دي ان انا عندي هنا الاكسليريشن او التعجيل بتاع السيارة دي مختلف تماما عن السيارة التالية تماما عن نظام الكربيرتير ونظام الحقن الغير مباشر طبعا ده اسمه نظام مباشر كل المشاكل السابقة طبعا طبعا ولكن برضو عايزين نقول لولادنا ان الاتحاد الاوروبي كان رفض السيارة دي في البداية عشان كان فيها نواتج الاحتراق مش كانت مضرة شوية فعملوا لها بعض المحفزات علشان يخلص من النواتج الضر وبدأوا يحسنوا العمل زي ما حضرتك شايفوا ويخلي الحقن في نهاية شوط الانضغاط عشان او قبل نهاية شوط الانضغاط عشان يحرق كل الوقود حتى يعني هنشوف هنتفرج على فيديو هنا لما نشوف كمية الوقود اللي دخلت وحصل لها تجانس مع الهوى هنلاقي ان بعد الحرق ما عنديش زرات او الاكسيد الكربون نهائي في نواتج الاحتراق بتاعي تماما عشان كده نظام الحقن الاكتروني سواء المباشر او الغير مباشر هو طبيعي بيقيس النواتج شفتي حضرتك زي ما بيقوله في السوق خدمة ما بعد البيع هو كمان بيشوف الناتج بتاع الاحتراق بيقيسه ويقول لوحدة كنترون يونت انا نواتج الاحتراق بتاعتي مناسبة او غير مناسبة فيرجع الكمبيوتر يعالج المشكلة الله كده هنطول في عمر البجهات وكمان في عمر البخاخات لان البخاخات مفيش نوع عوادي ما هيترصب عليها وهي على طول هتبقى شغالة كل اجزاء المكان حضرتك اصرت نقطة مهمة جدا انا لما بزود نسبة الانضغاط على مكانة معمول نسبة الانضغاط بتاعتها هي مثلا الشركة عاملة نسبة الانضغاط بتاعتي واحد لعشر مثلا واحد لعشرة دي لما يحصل عندي رواصب كربونية زادت ليه المسافة اللي انا هضغط فيها قلت عن الاول يعني انا بضغط تسعة لتر او عشرة لتر بضغطهم في لتر واحد بس تمام كده تمام طيب لما يحصل رواصب كربونية عندي على الجدار لسوانة على تاج المجبس وعلى الصمامات وكل المنطقة اللي فيها الغرفة غرفة اللي هيحصل الحيز بتاعها قال فالضغط هنا هيزيد نسبة الانضغاط بتاعتي بتعلى فده بيدي اجهاد على اجزاء المكانة فالعمر الافتراضي التشغيلي للمكانة بيقلب يعني ايه العمر الافتراضي التشغيلي للمكانة ولادنا طبعا عارفينه ما شاء الله عليهم بس احنا بنكرر عشان التكرار ده بيعلم الشو العمر الافتراضي للمكانة الشركة شركة ايكس مسلا عامل السيارة بتاعتها او البحرك بتاعها وعمل عليه تجارب وقالت ان المكانة دي تشتغل تلات تلاف اه اه تلتمائة الف كيلو مسلا هتشتغل هتشتغل العمر ده وما عندهاش اي مشكلة بس مقابل ان حضرتك تعمل لها صيانة دورية زي ما احنا كاتبين في كتيب الصيانة بتاعنا مهم جدا كتيب الصيانة مهم جدا ان انا اخذ يعني احنا اتكلمنا في حلقات قبل كده على الناس بتفرح بالكتيب بياخدوه ويجي يبيع السيارة بتاعته يقولك بالكتلوب بتاعه ما حدش لاحظ ما ده غلط اه طبعا اه وخاصة لو انا واخد كتيب اه تشغيل او كتيب الصيانة ما احنا مش هنقول اه ولادنا طبعا لازم لو هو يشتغل في الشركة لازم يكون معاك كتيب صيانة انت يوزر او حضرتك مثلا يوزر فانت المفروض يكون معاك اللي هي الصيانة الدورية الصيانة او الصيانة المخططة اللي يبتاعت كل يوم وكل اسبوع وكل شهر وكل الف كيلو وكده فالصيانات دي مهمة جدا ان احنا نعملها متحت فس بالكتلوب وتفرح ان هو زي ما هو زيرو او محدش لمسه لا ده انت ضريت عربيتك صح ضريت عربيتك ان انت ما عملت لهاش صيانة طبعا فمهم جدا ان احنا نعمل لها صيانة عشان تعمل العمر الافتراضي اللي هو تلتمائة الف كيلو طيب انا ما عملتش الصيانة فبقى عندي رواصب واستخدمت واقود مش نضيف وما عملتش الزيت ما غيرتش الزيت في معاده وما غيرتش فلتر الهوى وي وي حاجات كتيرة جدا فكل اللي ده هيأثر على العمر الافتراضي للمحرك فتقل من تلتمية المتين وممكن عربية تلاقيها الفين وعشرين او الفين واحد وعشرين وبتعمل عمرة النهاردة او محتاجة تغير مكانا النهاردة ليه علشان هو ما عملش الصيانة المخططة فكده قلل العمر الافتراضي التشغيل وتاع المكانات الله دكتور جميل او اه نيجي بقى لنظام اه شركة بوش اه اه دي الشركة عاملة نظام مختلف شوية وهو ان بتعمل اه مش بتتحكم في حقن الوقود بس لا ده بتتحكم في حقن الوقود والشرارة لاتنين في وقت واحد يعني بتتحكم في الشرارة والوقود مع بعض مش الفكرة ان انا اخلت الهواء ما هي الفكرة بتاعت الحقن الالكتروني اساسا كانت ان انا ادي كمية وقود مناسبة لكمية الهواء جمال ده وصلنا له جميل لا هي زودت على ده فان انا كمان بتحكم في الشرارة توقيتها مهم جدا وقوة الشرارة مهم جدا عشان اخلص من كل الوقود الموجود مش الفكرة برضو ان انا اخلص منه ان انا اخد منه قيمة حرارية او كفاءة حرارية او باور متولد من الوقود اللي حصل عندي. تمام. ده بالنسبة لشركة بوش وبعد كده جلنا انظمة كتيرة جدا اللي هي نظام جي ترونيك زي ما احنا شايفين والكي جي ترونيك والاللي جي ترونيك بالموعيد او بالسنين بتاعتها زي ما احنا شايفين كده والأنظمة المدمجة اللي هو الام مترونيك والكي اي ام مترونيك. الانظمة اللي زي ما احنا شايفينها في الشاشة بالسنين اللي اتعملت فيها كل الانظمة دي كانت بتحاول تحسن من اداء المحرك بتاعي زي ما احنا شايفين على الشاشة جميل طيب واتكلمنا كمان على نظام الجي دي اي او الحقن الالكتروني تعالوا بقى هنروح لنقطة مهمة جدا حضرتك كنت كلمتني عنها في البداية ازاي احنا بنرفع الوقود نوديه من الخزان للبخاخة هنا في حتى في نظام الكربراتير كان عندنا في نظام الكربراتير تلمبة اسمها تلمبة توريد او ضخ الوقود سحب الوقود من الخزان وتوريده الى الا الكربراتير يا البخاخة فكانت التلمبات الموجودة عندي تلمبة يا اما كهربائية يا اما ميكانيكية اغلب الشركات دلوقتي بدأت بتستخدم او كل السيارات اللي احنا بنشوفها دلوقتي بدأت تستخدم تلمبة الكهربائي. طلمبة البنزين الكهربائي. وبتكون في اغلب الشركات واغلب السيارات بتكون حطها داخل تانكي البنزين عشان يعمل لها تبريد ويعمل لها ويقلل الاحتكاك بين الاجزاء المتحركة. اه لها فوائد كتيرة جدا طبعا ان هو يحطها دو. تمام. وبيخلي الوقود يمشي من الملفات. هي فكرة عمل اه الطلمبة الكهربائية زي المحرك الكهربائي او مطور الميا اللي موجود عند حضرتك في البيت بالضبط. نفس الفكرة. تمام. بس هنا الزيادة ان انا بغمس المحرك الكهربائي ده كمان في البنزين. مش هيحصل له اشتعل مش هيشتعل مش شرار من الكهرباء اللي ماشي جوا. لا مش هيشتعل. تمام. لان هنا ما عندوش الوسائل او العنصر المساعد للاشتعال اللي هو الاوكسجين. لان هي كلها مغمورة داخل البنزين بتاعي. تمام. اه ده المسافة محددة يا دكتور لابد انها للقاع. يعني الاكثر حاجة من القاع حتى اه استهلاك البنزين لغاية تقريبا اخر. اي وا اي. في مكان. ده في النظام العادي. النظام العادي. النظام العادي. لكن النظام الحقن المباشر. هو خلينا نوضح حتة اللي طلبنا ان انا عندي النظامين اللي هو المباشر والغير مباشر. تمام. الغير مباشر اللي هو خارج الغرف. خارج غرفة الاحتراء. تمام. المباشر ان انا حط البنزين جوه غرفة الاحتراء. تمام. الموضوع سهل. اي. الجي دي اي ده اللي هو هيحط جوه غرفة الاحتراء جوه الاستوانة نفسها هيحط بنزين جوه الاستوانة نفسها أما الغير مباشر فهو حطت قبل كده حطه بقى قبل الصمام في الكربيراتير نفسه في مجمع السحب أيا كان فهو قبل الاستوانة فبنسميه غير مباشر تمام فهنا وكان عندي كمان طولمبة بالمناسبة في الأنظمة القديمة كان عندي نظام أو طولمبة اسمها الطولمبة الميكانيكية بتاخد حركتها من عمود الكامات ودي بتشتغل بنظام كاما كده عشان تشغل رداخ والرداخ يعمل عملية سحبه طرد طول الوقت بس دي كان لها بعض المشاكل وقوة الضخة تعتمد على سرعة المحرك وسرعة عمود الكرانك فالسرعات البطيئة كمية البنزين اللي طالعة منها بتكون أقل كده يعني فبدأت الشركات تتاجه للطولمبة الكهربائية كمان فيه التانية كان فيها عيب ان لو الرداخ حصل له سقبة أو شيء كان البنزين بينزل حتى لو كان الغرفة بتاعتها بس يعني كمية البنزين اللي موجودة في الغرفة بتاعتها هينزل على الزيت داخل المكنة لأنه منها للمكنة على طول فبينزل البنزين على الزيت يقوم يغير خواص الكيميائية بتاعته فبيصبح الزيت بتاعي اللي زوجة بتاعته بتخف أو بتقل وبالتالي ما بيعملش ما بيقومش بالدور بتاعه داخل المكنة أو المحرك بشكل طبيعي ترمبة البنزين زي ما قلت حالك في النظام الجديد بتبقى جوة التانك بتاع البنزين هل في فساده أو بوزانه أو أنه مفروض أننا هغيره هيبقى فيه إشكالية أن أنا أدخل الترمبة دي جوة لأننا طبعا في الحالة اللي زي دي يعني لازم أفك بقى التانك نفسه ولازم أرسل والده بيحصل لا 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 هي برضو يعني ما هو الشركات بتنفس بعضها في أن هي تحل مشاكل معينة ويبقى علاجها سهل فالترمبة الكهربائية دي بتكون موجودة في التانك التانك ده مكانه أو الفتحة بتاعت الترمبة بتكون موجودة في الكرسي لو إحنا بنتكلم على سيارة صغيرة سيارة الركوب العادية فبيكون على الكرسي أو الكنبة اللي وراء بنشيل الكنبة اللي وراء بيبقى فيه المكان الفتحة بتاعتها كل طلابنا عارفينها بيبدأ الفني اللي هم ولادنا دول يبدأوا يفكوا الترمبة ويطلعوا الترمبة ويغيروا الداخل الموضوع بيكون سهل وده اللي بيخش فيه مؤشر محرك البنزين نفسه اللي أنا عارف فيه ده اللي بيبقى معاه كمان الترمبة دي بيبقى راكب معها العوامة بالزبط زي ما حضرتك قلت العوامة عشان تديني كمية البنزين اللي موجود داخل التانكي بتاعي قد ايه وهل هو هيوصلني للمشوار بتاعي حلو وتركيبه هيبقى سهل موضوع سهل جدا وكمان اختبار الترمبة وإحنا عندنا مادة اسمها مادة صيانة هنعمل حلقة ان شاء الله في مادة صيانة وازاي نختبر الترمبة ونحكم عليها إذا كانت هي العطلانة ولا الكهربا اللي وصلها لها هي اللي فيها مشكلة على الكهربا كمان يا فندم الدخولها جوه البنزين نفس الهل ده ممكن نشكل بعض الخطورة لا 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 ما فوش اي خطورة نهائي الكهربا وصلها للطرمبة داخل التانكي جوه البنزين ما بيعملش اي مشكلة بل ان البنزين بيعمل زي عمل الزيت في المكان البنزين النسبة اللي زوجها اللي فيه بيعمل بيقلل الاحتكاك بتاع طرمبة البنزين بيسهل عملية الحركة بتاعت الاجزاء المتحركة داخل الطرمبة تعالوا بقى نشوف dl الطرمبة دي بتشتغل ازاي زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدام مننا دي الطرمبة بتاعتي انا عندي الاجزاء زي ما احنا شايفين انا عندي ريش اوسائية تعالوا نشوفها فيديو افضل عشان نشرح دي بتشتغل ازاي الطرمبة هنا زي ما احنا شايفين يا شباب ده مكانها يا استاذ محسن السؤال اللي حضرتك كنت تسأل عليه مكانها داخل الكنبة أو تحت الكنبة اللي كانت موجودة في الكرسي الوراء هو كده بيختبر الضغط اللي طالع من الطلومبة طالع بتطرد بنزين قدقيه بضغط قدقيه هي المفروض الديني من اتنين لتلاتة بار كمان عايز يقول إن الطلومبة ممكن تكون خارج التنكي أو داخل التنكي بعض الشركات بتعملها خارج التنكي بعض الشركات ولكن أغلب الشركات دلوقتي بتحطها جوه التنكي هي الفكرة ببساطة إن أنا بدي طيار كهربي لعدو التوحيد علشان وعدو الاستنتاج الداخلي زي المرش بالزبط فكرة عملها زي المرش بالزبط فيحصل تنافر بين الجزئين أو العدوين عندي عدو دوار في النص وعدو سابت العدو السابت بدي له طيار كهربي يحوله هو مغناطيس والعدو المتحرك زي ما احنا شايفين قدام مننا كده دي هي كمان بيوصل له طيار كهربي عشان يعمل مغناطيس العدوين هم مع بعض ده بقى شمالي وده شمالي فيحصل بينهم ايه؟ تنافر التنافر داي خلي عدو منهم لازم يدور العدو اللي يدور اللي هو ايه؟ العدو السهل اللي هو العدو الدوار اللي في النص فيبدأ العدو الدوار يدور تتيجي اللي بعد منها يبقى برضو شمالي مع شمالي فيقوم يحصل التنافر فيفضل العدو الدوار داي يدور على طول ومركب انا في النهاية بتاعتها ساقية زي ما احنا شايفين في الفيديو الساقية دي بتعمل عملية سحب انا حاطت صمام هنا صمام اتجاه واحد يعني ايه صمام اتجاه واحد يعني انا لو سحبت من الصمام لما بسحبه انا الجوه هو بيفتح طريق عشان يدخل بنزين تب لو جيت اضغط اطرد يقوم يقفل ما يخليش البنزين يرجع في الاتجاه اللي هو كان داخل ايه منه ده بنسميه صمام اتجاه واحد بيركب في الطلمبة دي بيركب عندي واحد سحب واحد طرد يعني الطلمبة بتسحب من ناحية وتطرد من ناحية تانية النحية التانية بقى طول ما الضغط عالي هو بيعمل ايه طول ما الضغط عالي هو بيضغط صمام التاني اللي هو بتاع الطرد عشان يقول له افتح لي عشان اطلع البنزين هنا ضغطي انا عدل لتنين بار فيفتح له طيب لو البنزين راجع من عند البخخات أو راجع من فوق عشان يدخل تاني على الطلمبة ما يسمحلوش يقفل عليه تمام تعالوا نشوف الصورة اللي قدام مننا هنا هو زي ما حضرتك كنت لسه بتتكلم يا أستاذ محسن هو كده مطلع الطلمبة من التانكي زي ما احنا شايفين ومعها دراع العوامة كده الطلمبة هي ودي العوامة بتاعتها هي اللي هي بتقولي كمية البنزين الموجود داخل التانكي قد ايه هي العوامة دي ببساطة رجبة على مقاومة متغيرة كل ما بترفع معايا بيغير قيمة الطيار اللي رايح لطالع لحضرتك فيه العداد عشان يقولي انا عندي كمية بنزين نص التانكي ربعة ايا كان كمؤشر كمؤشر ولا يخلينا فاندم مش محتاجين نحضر العربية واحنا بندور لان المصورة كلها فيها البنزين اللي غيرت اخره ما ترجعش تاني للتانك فمعنى كده انك لما تيجي تدور العربية مش هتحتاج انك تدوس على ستير البنزين مرة واثنين وثلاثة لا 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 النظام الكلام ده كان في السيارات القديمة اللي هي النظام الكربيراتية ده انا ما بحط المفتاح على كله دوره دورة اولى والسيارات الاوتوماتيك كمان انا مش محتاج ان انا احط رجلي على دواسة البنزين ولا دواسة الفرامل ولا اي شيء انا كل اللي انا هعمله اه ان انا بدوس لو هي مفتاح هدوس على المفتاح عشان اشغل السيارة بس بس اي حاجة. اه. لو كانت بصمة بدوس على الزرار البصمة عشان السيارات اشتغل وخلاص ما ليش علاقة وهي بتشغل نفسها وكل شيء. امتى هحط رجلي على دواسة الفرامل لو انا هغير من البريك للار او للدي لو انا هبدأ اتحرك. كده. اه تعالوا برضو نشوف الفيديو ده تاني عشان نكمل عليه شرح لان في حاجات مهمة جدا. ده مكان الطلومبة زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا. ده مكان الطلومبة بتكون موجودة في الكرسي وراء. ودي مواسير الطرد. انا هنا بقيس الضغط. انا كده هشغل بس هفتح السويتش. مجرد ان انا هفتح السويتش هيديني الضغط بتاع الطلومبة. المفروض ان هو يكون من اتنين لتلاتة. تمام? هنا المواسير اللي قدام مني دي بتاعت واحدة سحب واحدة طرد. دي طلومبة تانية خارج التانكي او اه اه زي ما احنا شايفين دي اللي جوه هي جيت جوه التانكي. عدو دوار انا راكب عندي هنا ساقية عشان تسحب بنزين زي ما احنا شايفين. تبدأ تضغطه زي ما احنا شايفين قدامنا. شايفين الصمام ده طول ما ضغط الترومب عالي هنا هو اه اه نرجع معلش الصورة اللي قدام منينا دي. الريشة او الساقية عمالة دور. فهنا بتعمل خلخلة. خلخلة يعني الضغط في المنطقة دي اقل من الضغط داخل التانكي. فتسحب. عملية شفت. هنا الفكرة فكرة خلخلة. سحب البنزين. يقوم المسافة اللي بينه بين الحايز او العلبة الخارجية بتاعت طولمة البنزين يقل. فهنا يبدأ يضغط علشان الحايز بدأ يقل فيديني ضغط يطرد البنزين يطلعه اه عشان يروح للبخخات او يروح للكربراتير ايا كان. ده شكل الساقية. الساقية بتاعتنا اهيه اللي هي هتسحب البنزين وتطرده توديه للبخخات بتاعتنا. تمام? اه برضو اه عايزين نقول ان انا كمان لو عندي بنزين زيادة. لو انا لو كمية البنزين اللي طلعت للبخخات زيادة. شايفين الصمام اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الاتجاه واحد. لو لو انا عندي انا ضغط علق الضغط بتاعت الطلمبة عالي يطلع بنزين. تبقى اللي ما يرجعش. لكن لو عندي بنزين زيادة فوق في المسطرة اللي فوق اللي عندنا دي. عندنا برضو صمام ضغط اللي هو بيحافظ على ضغط اتنين لتلاتة بار اللي هو ضغط الطلومب بحيث ان انا لو الضغط زاد عندي زيادة عن كده يقوم يفتح يرجع البنزين تاني ينزله للتنكي اللي انا مش محتاب اللي انا مش مش عايزه والصورة بتكمل قدام من هنا هو عشان يبين معايا ان در الداخ اللي هيشتغل در الداخ او العدو الدوار اللي هو ودى المصفة ودى العوامة بتاعتي ومصورة الراجع موجودة عندي هنا هي عشان يرجع البنزين للتنكي تان تمام طيب اه بعد كده عندي بعد الطلومبا بيجي نظام البخاخ البخاخ مهمته ان هو يخلي الوقود بتاع السائل ده على هيئة رزاص مهدي من اجزاء منظومة الحقن الالكتروني ما كانش عندي بخاخ كان عندي كاربيرتير بقى عندي حاجة اسمها ايه بخاخ زي الموجود في محركة هو فكرته ان انا احول السائل الى حالة شبه غازية تمام معا لو هي قبل صمام السحب بقى هنحولها الى حالة غازية تماما من خلال درجة الحرارة الزايدة ده هو لو انا هدخله على الاستوانة مباشر يبقى من خلال الاستوانة نفسها درجة حرارة طبعا عالية في الحالة دي هو هيتحول الى حالة شبه غازية ويحصل التجانس التام بين الهوى والوقود عشان نعمل شوط الاشتعل البخاخ بيشتغل هنا نظام الكتروني وهنشوفه في الشريحة الجاية دي ازاي البخاخ ده بيشتغل هو هيجيله اشارة من وحدة تقوله افتح في اللحظة دي وافتح لمدة قد ايه شايف حضرتك الدقة كنا في نظام الكاربيرتير هو المكان عملت تسحب بس تشفط فكل ما هي عملت تسحب ده اخد كمية بنزين الكمية البنزين دي مهما تعمل فيها مش هتكون مثالية مهما تحاول في نظام الكاربيرتير عمرها ما تكون مثالية طب في نظام الحقن الغير مباشر برضو مش بتكون مثالية تمام ليه علشان هي لسه هتمشي من خلال الانبيب صحيح هما بيعوضوا يحطوا نسبة بنزين زيادة شوية ولكن هيحصل تكسيف او هيحصل فقد وبالتالي برضو كمية الهوى اللي دخلها مقارنة بالبنزين مش هتكون مثالية باي شكل من الاشكال نظام الحقن بقى المباشر اللي هو هيحط جوه الاستوامة بيكون فيها الدقة عالية جدا بيروح اشارة ليه البخاخ زيه زيه برضو الغير مباشر ما هو الغير مباشر بيجيله اشارة من واحدة تقول له افتح في اللحظة دي وافتح لمدة قد ايه المسافة بتحدد كمية او او الزمن اللي هيفضل فاتح فيه البخاخ او الرشاش ده بيحدد كمية البنزين اللي هتخش على حساب مين كمية الهوى اللي دخل تمام تمام طب ازاي البخاخ زي ما احنا شايفين الفو الانجيكتور اللي هو موجود في الشريحة اللي قدام مني دي طب ازاي البخاخ ده بيشتقل تعالوا نشوفه في الشريحة التانية هنا زي ما احنا شايفين الاجزاء انا عندي الجزء ده الابرة او الفونية بتاعة البخاخ افلى الفتحة اللي قدام مني بتاعة البخاخ اللي قدام اللي الموز بيتحرك عليها هنا انا عندي ملف قهربي ملفين هم وهنا ياي لو احنا شفنا هنلاقي ده قلب برضو ده قلب حديد وده قلب حديد اللي هيحصل ان انا اول ما يجيني اشارة قهربائية هنا للملفات لما ندخل طيار قهربي في ملف بيتولت حواليه مجال مغناطيسي وده فكرة الكهر مغناطيسي تمام اي سلك بيمر فيه طيار قهربي بيتولت حواليه مجال مغناطيسي اذا الملفين اللي موجودين عندي في الصورة دول لما نديهم طيار قهربي هيتحولوا لايه لمغناطيس فيقوموا جاسبين القلب المغناطيسي ده الفين لفوق تابعنا لما اسحب القلب المغناطيسي اللي هو لونه اصفر ده لما اسحبه الفوق هو قافل هنا فتحة قدام مني اهيه قافلها طب قافلها ليه عشان يخلي ضغط البنزين على الفنية بتاعة الرشاش تحت زي فوق تمام فمخليه قافل هنا في ضغط بنزين او قوة ضغط بنزين هنا مسوية لهنا بالزبط وبالتالي هيفضل القلب او الابرة الداخلية للرشاش سبتة مكان ما تتحركش وفي نفس الوقت هي ايه قافلة طب انا دلوقتي محتاج ادي بنزين لوحدة control unit هتقول للبخاخ انا محتاجات تدخل ده اللي بنسميه مشغل بقى ما احنا قلنا وحدة control او الحقن الالكتروني عبارة عن حساسات ووحدة معالجة او control unit وبعدين مشغلات المشغلات منها البخاخ اللي قدام مني الصورة اللي قدام مننا السهم الاحمر ده داخل البنزين وحدة control unit هتدي اشارة دلوقتي هتدي للصورة اللي قدام هتدي للملفات ده ايه اشارة كهربائية دلوقتي شوف هو دخل البنزين فالضغط تحت زي فوق هنا زي هنا فالابرة واقفة مكانة طيب لما يجي هنا بقى يدخل طيار كهرابي ده يبقى مغناطية شوف حضرها القلب ده هيطلع معايا الفوق مجرد ان هو يطلع لفوق ففتح الفتحة دي فيقوم يقل الضغط فوق يتحول ضغط البنزين اللي جاي كله من الترمبة لفين لمقدمة الابرة فيقوم جاي والابرة طبعا ضغط عليه عشان اليايات اللي ورا منها دي بالزبط اليايات اللي موجودة هنا وهنا ضغطة عاملة ضغطة عايزة تقفل فعشان الضغط اللي جاي من فوق من الابرة بتاعت الياي والضغط البنزين فيخلي البنزين طالع على هيئة رزاز صغير جدا 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 فيبدأ يقتلط ويتجانس مع الهوى اللي موجود عندي يعني يعمل عملية حقن بشكل مستميل فتح فتحة صغيرة جدا لزي ما حضرتك تمسك خرطوم المية وعايزين نرش مية بنقفل الفرطوم من قدام نديق فيقوم يدي دفع جامدة ويخلي قطرات المية صغيرة جدا مش هيخليها متصلة ومسكة مع بعضها كده لا ده هيخليها بيجزقها وبيخليها على هيئة رزاز نفس الفكرة هنا بالزبط نشوف الفيديو تاني معلش علشان نفهم فكرة عمل الفكرة ان انا عندي الضغط خلف الابرة هنا هيكون مساوي للامام الابرة الداخلية الصفرة اللي قدام مني اللون البرتقاني ده لون البنزين فجاي بضغط التلاتة بار فجاي فوق زي تحت عشان كده الابرة فضلة سابتة زي ما هي اللي هيحصل ان انا هدي طيار كهرابي للملف ده فلما يخش له طيار كهرابي يتحول الى معناطيس فيقوم يسحب القلب الحديد ده هو جهة اليسار هيسحبه في الجهة دي فيقوم هو فاتح الاعدة اللي هو قاعد عليها او قفلها فلما يفتحها ايه اللي هيحصل هيحصل عندي ان الضغط هنا يقل فالابرة دي هي كمان لما الضغط يقل تجي راجعها الورا ليه لان ضغط التلاتة بار بتاع البنزين هيرجعها الورا يقوم جاي طالع البنزين من الفنية الامامية بي على شكل هاي اطرازات زي ما احنا شايفين يقوم يختلط بي الهوى زي ما احنا شايفينه بالظبط تمام تمام دي كده نظرية عمل البخاخ ونظرية عمل طولمبة البنزين تمام كلها ينتحن في الجزئية دي بالرسم يا دوك طبعا وبيرسمها بينطلب منه ان هو يرسم بخاخ زي ده وفكرة عمله طولمبة البنزين الكهربائية وفكرة عملها دي من الاسئالة المهمة جدا والرئيسية اللي هي بتيجي للولاد في مادة المحركات ده سؤال رائع جدا ومهم جدا عشان كمان نتعلم او نتعود ان احنا نرسم الاجزاء دي ونكتب مسميات الاجزاء بتاعة البخاخ او طولمبة البنزين وفكرة عملها ببساطة مش لازم تكتبها زي ما الكتاب بيقول لكن عشان كده احنا بنقول الفهم مش الحفظ كمان لو انت فهمت العدو او الجزء ده بيشتغل ازاي هتعرف تعبر بطريقتك انت وانا وانا بصحح او المصحح او مقدر الدرجات هيديك درجة لان انت فاهم انت بتقول ايه وكاتب حاجة انت فاهمها فهيديك الدرجة بتاعتك الكاملة امتى البخاخ يبقى محتاج نغيره او ايه اعطاب البخاخ نفسه يا دكتور عشان نقدر نقول والله لا احنا لازم نغيره بقى كويس جدا ان احنا لسه وقفين على الشريحة دي اللي هيحصل ان ممكن الملف الكهربائي ده يحصل له ضعف او يحصل له في قصر يعني ان يحصل فيه قطع وبالتالي المحرك او الوحدة تدلو شرارة كهربائية عشان هو تسحب له القاعدة اللي فوق يا الفكرة جاي عاملة ازاي انا حضرتك قافل بوابة البوابة دي لو انا فتحتها هتقلل الضغط شوية فتقوم الابرة اللي تحت طلعة كمان طيب انا هنا بدي طيار كهرابي لكن الطيار كهرابي ما بيسحبش ليه علشان الملف الكهربائي نفسه هنا باص حصل فيه قصر قطع وبالتالي في الحالة دي ملوش اي صيانة عندي ما احضرش اعمل له اي حاجة كمان ففي الحالة دي لازم اشيل البخاخ ده واغيره كله طيب ايه الاعطال التانية اللي ممكن تحصل له الرشاش او البخاخ ان هو يسيل يعني ايه يسيل الابرة ما تحبكش على القعدة بتاعتها كويس في نهاية شوط البخ يعني احنا طلبين منه وقود في اللحظة دي فالياي يضعف شوية فما يقفلش او يحصل تآكل للقعدة من كتر ضرب بالابرة فيها فيقوم يحصل تآكل فلما نيجي نقفل الوقود يقوم نازل جزء او قطرة بنزين صغيرة لانه فنلاقي السيارة بتاعتنا بتاكل بنزين ونلاقيها بتدخن دخانة بيضة بتاكل بنزين كمان وبتديني دخانة والعدم بتاعي مش هيكون مزبوط كمان حساس الاكسجين هيقول العدم بتاعي عندي مش مزبوط نحاول نفحص نلاقي المشكلة عندنا في البخاخ في الحالة دي هيحصل ايه بغير برضو البخاخ كله ليه لانه مش قافل على القعدة يبقى اول عطلة عندي هيكون في الملف الكهربائي بتاعها اللي هو فوق اللي هو بيجزب او ان الابرة نفسها ما بتقفلش او ما بتحبكش على القعدة بتاعته فبتعمل تسييل بنعمل احنا ايه في الحالة دي بناخد البخاخ نطلع على اربع بخاخات لو المحرك بتاعي اربع سلندر ونحطه على جهاز فحص البخاخات ونشوف كمية الوقود اللي هيطلعها الاربع بخاخات المفروض الاربع يكونوا قريبين من بعض يدوني نفس القيمة بتاع كمية الوقود الموجودة تكون تقريبا قريبا من بعضها طيب لو واحد هيدي بنزين زيادة في الحالة دي انا محتاج اغير اذا هو ده اللي فيه مشكلة محتاج انا اغير البخاخ ده هو لي عمر افتراضي مع الصيانة مفروض ان انا هغيرها مثلا عند كام الف كيلو بيبقى موجود في كل شركة كل شركة معمول فيها النقطة دية تمام اه ان احنا نغير الحاجة دي تمام اه دكتور هل هنخش على الاجزاء الرئاسية للمنظومة ولا احنا لسه اه برا الموضوع اي احنا اتكلمنا على كل ده اه من الحقن والباقي من المنظومة احنا لسه فضل لنا احنا طبعا لسه عندنا حاجات كتيرة جدا ان عندي لسه تلومبة تانية تسمها طلومبة الوقود الميكانيكية تمام ودي بنستخدمها فين بقى في منظومة الحقن الحقن المباشر او الجي دي اي تمام دي ليه قلنا عشان ترفع ضغط ترفع ضغط بتاع الوقود هتاخد من طلومبة البنزين الكهربائية هي هتوصلوا ليها والتانية ترفع بتاخد حركتها من ين التلومبة دي بتاخد حركتها من عمود الكمات تمام ودي موجودة بنقول في السيارات الحديثة بس اللي هي الجي دي اي الحقن المباشر اللي هو بيكون داخل الغرفة وده شكل الطلمبة بتاعتي في الصورة اللي قدام مننا الطلمبة دي قلنا بتاخد حركتها من عمود الكامات وبترفع ضغط الوقود من 3 بار لتقريبا 250 بار عشان احنا هنحط الوقود او هنحقن الوقود داخل غرفة الاحتراء مباشرة يعني انا مش متصل باي كهرباء هي طبعا بيجي لها كهرباء ولكن هي بتاخد حركتها من عمود الكامات لكن لازم يجي لها امر تشغيل هنا في النظام الحقن الالكتروني مفيش حاجة في السيارة متسبة كده كل شيء حتى الفتيس هي مرتبطة به كل شيء في السيارة مربوط ببعضه والكنترولات بتدي لبعضها اشارات عشان تبدأ تتعامل مع تبدأ تتعامل مع الحاجات تبدأ تتعامل مع اجزاء المكنة بشكل سليم طيب عندي كمان حصاس ضغط الوقود ده ليه عشان يحافظ على ضغط معين في المسطرة او في مجموعة البخخات لو الضغط زاد لو انا عايز مثلا 250 بار الضغط بتاعي طيب الضغط زاد عن 250 بار هسيب البنزين يعلى عن كده في المنظومة ده خطر على اجزاء المنظومة فبنعمل ايه الحساس ده بيقول لوحدة الكنترول يونيت انا الضغط عندي زايد فيقوم يدي امر ده شكله فيقوم يدي امر عشان ياخد يقلل الضغط يقلل الضغط يعني يفتح يفتح طريق للبنزين عشان يقلل ضغط الترومبا شوية بحيث ان زيادة كمية البنزين الزايدة تنزل الى ده علشان ما تشرقش العربية بقى ايوة بالزبط كده طيب احنا كمان عايزين نعرف مميزات نظام الحقن المباشر اللي هو اول ميزة عندي ضمان الاحتراق التام للوقود داخل اللستوان مقارنة بالمحركات العادية كل كمية البنزين اللي هتدخل هتتحرق ان شاء الله فهو ضامن ان كل كمية البنزين اللي دخلت تتحرقت اذا انا خدت قيمة حرارية عالية جدا وبالتالي خدت باور عالي جدا من المكنة بتاعتي واحنا قلناها الحلقة اللي فاتت ان حجم المكنة كمان بيقل وبيديني باور عالي يعني مكنة ممكن تكون 1300 cc تديني باور زي مكنة 1600 cc النقطة التانية الاداء العالي للمحرك بانتاج اعلى قوة واعلى عزم صافي المكنة بتاعتها هتديني قوة عالية جدا مع كمية بنزين او استهلاك لكمية البنزين النقطة التالتة الكفاءة العالية للمحرك في الدورات المنخفضة يعني في السرعة اللا حملة او سرعة الصلانسي او لو انت ماشي بالراحة بتديني باور عالي جدا ايه المكنة اللي شغالة بنظام الحقن المباشر او نظام الجي دي اي طيب ايه العيوب العيوب قالوا ان بيطلع عندي اكسيد النوكتروجين اللي هو اللي بنسميه نوكس فعشان كده الدول الاوروبية مرضتش تعتمد النظام ده الاول فالشركات كان بالنسبة لهم النظام ده اكتشاف او حاجة كويسة جدا هو حسب كمية كانت الفكرة في ان انا احسب كمية الهوى وديها كمية بنزين على قدها فالشركات ما يقستش وده اللي احدا بنقوله لولادنا اما تفكر في مشروع او تفكر في فكرة تطوير عندنا في مجال السيارات وحد يقول لك ما هي موجودة ما هي بس ده انت هيقابلك مشكلة كمل كمل وعالج اللي بيدي لك بتاع احباط ده بيساعدك على الفكرة مش بيوقفك ده هو بيساعدك بس هو مش فاهم هو بيبين لك حاجة هطعوقك فانت حاول تعالج المشكلة فالاتحاد الاوروبي قال لهم لا ده انتوا بتطلعوا نوكس عالي في المكنة دي مش نفع معايا فقاموا بدأوا يعملوا معالجات للسيارة دي فبدأت دلوقتي يعملوا محفزات تمام بدأوا يعملوا محفزات عشان العوادم ونواتج الاحتراق اللي طلع عندي ما تكونش ضرة بالبيئة بتاعتك تمام دكتور الموضوع محتاجة اكتر من حلقة الصراحة النهاردة استفادنا كتير من حضرتك دكتور السيد انور مرسي معالم خبير قسم المركبات بشكرك يا فندي على هذا اللقاء طيب وهذه المعلومات المهمة جدا يا رب ولادنا يستفدوا منها النهاردة واكيد يستفدوا منها النهاردة انها مبسطة للغاية واضحة جدا شكرا لحضرتك شكرا لكم عزائي الطلبة في كل مكان بشكركم اتمنى لكم مزيد من توفيق ويا رب ان شاء الله الايام اللي جاي هتكون احسن وافضل بكتير جدا الى اللقاء